خلاصة الكلام في إيمان مقلد بالنسبة للمقلد ليس درجة واحدة فالتقليد لا يكون إلا عن جهل ولذلك يقول البحتري عرف العالمون فضلك بالعلم وقال الجحال بالتقليد ولذلك يعرف أهل العلم التقليد بأنه لأخذ بقول غير المعصوم من غير معرفة دليله فهو أخذ بقول غير المعصوم أما لأخذ بقول المعصوم فهو غير تقليد بلأخذ بالدليل من غير معرفة دليله فإذا أخذت بقول المالك أو الشافعي أو أحمد أو بحنيفة مع معرفة دليله فلست مقلدا لأنك تتقوى بالدليل الذي فيه أديك من كتاب أو سنة أو إجماعين أو نحو ذلك فلذلك التقليد في الإيمان الراجح هو أنه لا يكون به الإنسان مؤمنا التقليد المطلق بحيث إذا سئله الملكان في قبره يقول لا هاه ها لا أدري كنت سمعت الناس يقول لشيء فقلته بهذا المقلد تقليدا أعمى وهذا الذي لا يعد به مؤمنا أما ما دون ذلك من التقليد كالتقليد في فهم النصوص أو التقليد في الأدلة العقلية أو نحو ذلك فهذا النوع من التقليد لا حرج فيه ولذلك خير الاستدلال في العقائد هو ما كان عليه السلف من الصحابة الكرام بالأخبار أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبار الأنبياء السابقين وعجائب الكون وعجائب الخلق كما قال الألامة محمد مولود رحمة الله عليه وخير الاستدلال نهج الصحب عجائب الخلق وأخبار النبي وأما التقليد في أصل الإيمان فهو مردود لأن الله قال في تكذيب المكذبين للرسل إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثانهم مقتدون فهم مقتدون أي مقلدون لآبائهم فهم متبعون لهم فلم ينفع ذلك ولم يغنع عنهم شيئا فذم الله هذا التقليد وهو التقليد في أصل الإيمان أما التقليد في جزياته وأدلته فهذا ليس كذلك ولهذا فنحن الآن في النقليات ما لنا إلا التقليد فصحة هذا الحديث أو كونه متواترا أو أنه صحيح هذا ما لك فيه إلا التقليد لأنك لم تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما رويته عن أهل العلم المتخصصين الذين أتمنهم الله عليه فتقلدهم في صحة هذا الإسناد أو اتصاله أو عدالة رواته أو جرحهم أو نحو ذلك ما لك في هذا إلا التقليد ولهذا قال الشيخ الإسلام من تيمية رحمه الله ما من أحد إلا وله حظ من الاجتهاد وحظ من التقليد فالعامي المطبق حظه من الاجتهاد ما يعرف به من يستفتيه ما يختار به من يستفتيه والمجتهد المطلق حظه من التقليد ما يعرف به اتصال الإسناد وعدالة الرواتي ونحو ذلك وعموما المسألة فيها خلاف عقدي معروف وهو الذي نظمه السويطي رحمه الله في الكوكب الساطع فقال المقري وفي المقلد خلافه يستطر لأنه إيمانه على خطر وسويطي أيضا في الكوكب الساطع يقول نعم يقول لكن أبو هاشم لم يعتبر إيمانه وقد عزي للأشعر قال القشيري عليه مفترى والحق إن يأخذ بقول من عرى بغير حجة لأدنى وهمي لم يكفيه وليكتفي بالجزم فليجزم العقدة ولا يناكث بأن العالم حقا حادث صنعه الله الذي توحد قديم إلى وجوده ابتداء والواحد الشيء الذي لا ينقسم ولا يشبه بشيء قد علم إلى أن يقول بحيث لا يقول وقد سمعته والناس قائلونه فقلته هذا القدر الذي هو مذمون من التقليل نعم